مدينة كاركوك تعود للواجهة من جديد لتتصدر المشهد في العراق لا سيما بعد الفوضى الأمنية التي عصفت بها وسط اتهامات لميليشيا الحج وميليشيا بيكاكا بالمسؤولية عن التوتر الأمني في محافظة تشهد صراعا سياسيا وحزبيا ومحاولة للسيطرة عليها من جهات عديدة الفوضى الأمنية في مدينة كاركوك بحسب دراسات وتقارير تشيب وضوح إلى بوادر تفكك حكومة السوداني وإشعال فتير أزمة سياسية جديدة بين بغداد وأربيل تهدد بنصف الاتفاقات التي تشكلت على أساسها حكومة السوداني بسبب صراعا حزبي وسياسي على محافظة تتمتع بأهمية جغرافية ونفطية ليس للعراق فقط وإنما للدول الأقليمية أيضا المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره لندن أعد كاركوك نقطة التقاء لمشروع خط الغاز الإيراني المراد توصيله إلى سوريا فضلا عن خطها الواصل بين حق البارس الجنوبي وتركيا إلى جانب أهمية المحافظة لإيصال النفط الإيراني إلى البحر المتوسط عبر تفعيل خط كاركوك بنياز المركز أكد أن مخاوف طهران من ملف الطاقة العراقي دفعا لعد كاركوك جزءا من أمنها القومية مضيفا أن إيران أوكلت إلى حرسي التوري مهمة الإشراف على محافظة التأميم بالتزامن مع أعلان حكومة كردستان العراق نيتها لتصدير الغاز إلى الأسواق العالمية ما أجبر طهران على تحريك أدواتها في العراق للاستخدام ملف الموازنة لنسف الاتفاق السياسي مع أربيل الذي تشكلت على أساسه حكومة السوداني مراقبون أكد أن الأزمة السياسية التي كانت وراء أحداث كاركوك لن تمر مرور الكرام وستكون لها تداعيات قد تصل لانسحاب الأكراد من حكومة السوداني ما يؤدي لإسقاط هذه الحكومة بحسب المراقبين الذين أشاروا إلى أن الفوضى الأمنية في كاركوك أصبحت رغبة داخلية وخارجية في آن واحد وهما يؤكد وجود تدخلات أقليمية ترغب في جعل البلاد ساحة صراعا دائم لتضمن لها سيطرة سياسية وأمنية واقتصادية على العراق والمنطقة وما يحدث في محافظة التأميم دليل على ذلك ترجمة نانسي قنقر